صاليو لبنات مرحبا بكم في الجزء الثاني من سلسلة منتجات اقل من 50.000 درنا في الجزء اللي هو اللي بنات اللي رامي تابعوا فيا على بالهم بلي في الجزء اللي هو درنا منتجات خاصة فقط بالبشرة كنت رح نديلكون فيديو طويل ولكن منتجات خاصة بالبشرة بركتن مو كانوا عندي منتجات ياسر سيبقصات طويل الفيديو جا طويل دونك قسمت هاد الفيديو على تخوى فوان تخوى بارتي تحكي على المنتجات الاقل من 50.000 المناسبة للبشرة الفيديو الثاني ان شاء الله هو البارتي الدوزيام ان شاء الله رح نحكيو فيها على منتجات خاصة بالشعر وتكون البريتاحة اقل من 50.000 وبيانسيوخ رح نحكي معاكم ونعطيكم تجربتي في المنتجات اللي افكاس برك ليعجبوني برك كونسر نوع المنتجات اللي ما عجبونيش رح ندلكم عليها اين فيديو اخر ان شاء الله رح نلم فيها كامل المنتجات اللي ما عجبتنيش كلكو سوى هاد المنتجات للشعر ولا البشرة ولا الرسم المناطق الحساسة القدمين ولا اليدين بلا ما نطول عليكم في الفيديو دونك الجزء الثاني رح نحكيلكم على المنتجات اللي اقل من 50.000 وهاد المنتجات عجبوني للشعري اواني نستعمل فيهم توجوغ الشعري اوانيش حنستغنى عليهم مي فخانش مي لبنات هادو المنتجات مهمش ياسر بسكو انا دبيتو دمان عطانيش بشعري بزاف على بليش انا شعري جيش جينارال ما نشتين ديو حاجات نتورال نشتين ديو زيو طبيعية حواج طبيعية دونك ما عنديش كي بار اقزمبل لي ماسك هذيك الشعر ولا الحمام زيتي ولا نشتين شريهم البرة ونخسر دراهمي نشتين ديو حاجات طبيعية ورح مبارتاجي معاكم كلش سوى المنتجات اللي شريتهم ولا المنتجات طبيعية نبدو اول حاجة بلو شامبوا بيانسور ملا مارك فينيس مكاش منا لي ما يعرفوش لامارك فينيس ولي شامبوا هادو كنسغن هاد لشامبوا البريتاعو يدير جوستناشن الف وكاين انواع كاين الشعر الجاف كاين الشعر الدهني وكاين بيانسور الشعر العادي هاد لشامبوا البريتاعو جوستناشن الف وعجبني امليح بار اقزمبل هذا تعشر جاف مخدوم بزيت زيتون وستخان صراحة انا عجبني باسكوكي تخسلو بيه شعاركم رح يرتبلكم شعاركم بيان ويمدلكم نعومة ورطوبة سغتو بعد ما تخسلو شعاركم وجوشوروه بسيشوار ديرو البروشينج ولا هجوفو باللي شعار بتاعكم تكالمة وبقاها هادا مشي هذك اللي يطالع في السماء ولا والبريتاعو كيما قتلكم دير جوستناشن الف حاجة ملاحة وهيلا اعجبني سغتو كيما قتلكم وكاين عدة انواع كاين منه الشعر الجاف وكاين تاني الشعر الدهني ويدير جوستناشن الف دونك انا ننصحكم انكم تشروو هادا لشامبوه هايل وكاين تاني دوزيام شامبوه هادا تعصواليس جتميحكو عليهم مؤخرا في الفيسبوك ويقولو سغتو اللي بنات اللي عندهم شعر جاف واتالف وانا شعرتو جافة بيانسور بيناراكم فهمتو من الفيديو بلي شعري جاف بشارتي جافة كل الجافة انا لحسب بالي فيديو تاعي دونك كيما قتلكم ماشتم يحكو علي ياسر مخدوم بزيت الارغان والكيراتين قولت داكو خلي نشريه بو خوابا اه شريته بالبريداع ويدير خمسة وثلاثين الف وصراحة تاني هادا عجبني ميوخ شامبوه اخر من حتى من فنيس بس كو يعطيك مروع طوبة ونعومة اروعة للشعر تاعكم مهما كان شعر تاعكم جاف وكانتالف ومتقصف وخشين وما يتمشط لكم شبيان كل هذا رح يسهل لكم التسريحة تاع الشعر تاعكم ورح يحفظ لكم على الهدوء تاع الشعر تاعكم باركزمبل هذوك البنات اللي شعرهم يجو هكا هاي جو الله رح يهدي لكم الشعر تاعكم ويرطبوه وكيما قلت لكم وسيخطوه بعد ما تخسلو ما تجو تديرو شعركم يعني بشول بعد ما تتسشورو شعوركم ولا تبلاكو رح تشوفو بلي شعر تاعكم بقى هادا وامبلج دوسافيه واحدة الريحة تقعد في شعركم تهبل ما بعد ما تخسلو شعركم بيه وتبلاكو شع شعركم ولا تقعد ذيك الريحة تهبل وامبلج دوسام خدوم بالارغان والكيراتين وعلى بيننا الارغان والكيراتين مدى اهميتهم للشعر تاعنا وبينسوغ رح يعدلو لكم شعرتاكم وهذا رحو سين كونا رح يغذي لكم الشعر شوفو يغذي يرطب ويحمي ويدمع ويفك التشابك يعني يفك التشابك يعني اللي عندهم شعر مجعد وبالسفة هي تمشاطرهم ولا انا ننصحكم بشومبوه هذا يعني والله البنات عجبني ومليح والبريتاع ويدير جو خمسة وثلاثين الف هدا ما كان لتخوزين بخدوية اللي عندنا هنا هو البنات باركزامبل اللي يعانوا من القشرة انا ننصحكم بهاد لشامبوه هاد لشامبوه اه طبي انا مدهه للطبيب اه البريتاع ويدير جوست خمسة وربعين الف مايفوتش خمسين الف هاد لشامبوه هو يستعمله جيني غالما لامرض الجلدية بس كو ان الطبيب مدهولي للمعرض الجلدي ولكن اكتشفت وباللي الناس تحكي لي قولوا وبالي راهو ينحي القشرة وكان عندي انا شوية قشرة وجربته صح نحالي القشرة تخلصت من القشرة وبالنسبة لطريقة الاستعمال تغسلو به مرة في السمانة بارك مرة في السمانة البنات تديرو في شعاركم وترغو شعاركم هاك شوي تديرو بالماء ومبعد تديرو منه هاد لشامبوه وتخلوه في شعاركم شوفوا يجي لكل اختاع وتجي غاز تخلوه في شعاركم المده تاع نص ساعة يازم نكون قد فشعاركم نص ساعة يا البنات ومن بعد تروحو تغسلو شعاركم وراح تشوفو بالليئ مع الوقت راح تتخلصوا من القشرة نهائيا يعني هاد تاني لبخدوي ولا هاد مكون الشامبو راهو معجزة صح ملاحة كيما قلتكم ينحي لكم القشرة وهو مستعمل تاني لأمراض الجلدية لابنات اللي عندهم الأمراض الجلدية يقدرو يستعملو لانه انا طبيب مدهولي لأمراض الجلدية ولكن ينحي القشرة تاني ودرك راح نشارك معاكم لوصفة طبيعية عفوا هاد الوصفة انا نديرها بخصونا الموقبل من دوش بزو سويع كل من جي راح ندوش وكل من جي راح نخص الشعري نديرها دو فواء باغ سومان هاد الوصفة هي عبارة عن ماذا عبارة عن حمام زيتي وش نحتاجو في الوصفة هذي نحتاجو ثلاث مكونات عدنا المكون الول وهو زيت جوز الهند هاد زيت جوز الهند العلبو هذي انا شريتها بخمسة واربعين الليل فشوفوه معا مرة وتشدلكم عندي كثر من عام ونا نستعمل فيها ومزلتلي الدركة وهذي نستعمل فيها ماشي غير الشعري نستعمل فيها مام لوكوخ تاعي ترطب كنتي ندير قوماج الوجه نديرها تاني لانو على بنا باللي زيت جوز الهند عندو قداش من فوائد والفوائد هذي ماهيش تعود على شعرنا بارك ولا على وجهنا وانما على لوكوخ تعنا كامل لانجي زيت جوز الهند انا نشوف باللي راهي حاجة اساسية في روتين العناية بالجسم وبالشعر وبالوجه وبكلش لان دونك اي بنت لازم يكون يتوفر عندها زيت جوز الهند تقدروا تشروا لماك هذي انا شريتها ومليح وعجبني البري تاحا يدير خمسة ورابعين الف وتقدروا تشروا تاني هذيك العلبة الكبيرة الخضرة اذو كنحطوه لكم لفوتو تاحا هنا في الفيديو هذيك العلبة الكبيرة تاني يدير مية وعشرين الف جبانز تلقوا عند الاعشاب واللي كوسميتيك وملاحة تاني وكلش دونك مام هذي صغيرة وملاحة قلت لكم زيت جوز الهند تقدروا تستعملوه لكل حاجة في لكوخ تاعنا ويعتبر مرطب يعتبر مبيض مغذي يرتب لكم الشعر تاكم سيغتوبها انا جوز زيت جوز الهند هذا نستعمله قبل ما ندوش قبل ما نخصل شعري وبعد ما نخصل شعري تاني كيما نجي نخصل شعري ونبلاكي شعري بلي سور هكا ولا نساشور بسيشوار ولا ندير زيت جوز الهند شوفوا البنات كيف شعركم يتسرسب يجي هابطة واحدو هكا مسرسب ويخبيلكم ليفوخش باركزامبل البنات اللي عندهم ليفورش ولا يخبيلكم ليفورش ويخليلكم الشعر رطبة ومكسلة وما تطلع لكمش في السما ما تهيجش لكم وكلش وبعد ما نبلاكي شعري ولا بعد ما نصاشور شعري نستعمل طريقة هذي وقبل ما نخصل شعري لبنات وش ندير ندير حمام زيتي حمام زيتي بوش نستعمله نستعمله بزيت جوز الهند ونستعمله تاني هذا بزيت لوز الحلو وبتاني بزيت زيتون نخلط هادو المكونات ولا هادو الزيوت في ثلاثة مع بعضاهم كمية يعني بكمية نكثر زيت جوز الهند انكثر زيت زيت زيتون لانو ثاني زيت زيتون عندو فوائد ملاحة للشعر يرتب ويغذي الشعر ويعطيها حماية وملاحة ثاني للشعر جاف والتالف والمتقصف ذونك عندو قداش من فوائد صوى زيت زيتون ولا زيت جوز الهند وما مزيج الظيوت الحلو يرتب لكم الشعر وينحيلكم القشرة وينحيلكم التقصف للشعر ثاني ولا الابنات لي عندهم ليماش تاني هذي الوصفة تخليه بش تحفظ لكم على ليماش ايتو كيف ندير كمية متساوية من زيت جوز الهند وزيت الليمون وزيت زيتون ونزيد دوز مغارف من زيت اللوز الحلوز مغارف صغار برك خلطهم كامل مع بعضهم هات زيوج ونبعد نقسم شعري على ربعة جهات ونجي نقسم شعري على ربعة جهات نبدأ بالخصلة الصغيرة ونبدأ ندير في الزيت من الفوق واللتحت من الجذور حتى الاطراف يعني لازم نغذي الشعر ونشبعو الشعر مليح بالزيوج هذه لازم كيما قلت لكم ما تدير بيان ونبعد هاكيك تلمو شعركم الفوق يا لبنات وتتخلو برغزم بلديرو لهم كيس بلاستيكي وتتعصبو على شعركم بينه بمحرمة ولا خيمارة ولا وتخلو هاذ الحمام زيتي لمدة زوز سوايع يعني اقل شي زوز سوايع تقدر تدروها في الليل تاني وترك دوباها نورمال تخلوها ونبعد رحو تخسلو شعركم بلو شامبواء كيلي مورفين ستعملو فيه ايتو كيما جو تخسلو شعركم بيان 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 تباش تتخلصوا من الزيوت هذيك وبعد يا لبنات تتكملو تشوفو شعركم كيف يفهم السرسب وهابط وحده والله يا لبنات رح يعطيكم واحد النتيجة فورفار انا من جربته الخطرة لولا تشوكيت شعري كيف شه بطلي وكي جبت شعري الوقت اذا كانت عندي عرس كل جبت شعري وبلاكيتو ورحت به العرس من في فصل الصيف هذي ومع السخانة والعرق وكل بصح الشعره قاعدتها بطاها كحرير ضايعوا الناس كامل حروف شعري قالوا لي سي سي رحتي عندي حفافة قلت لهم الله غير جبت ووحتي في الدار جاي لب بللي هاد الماسك اللي هوني ندير فيه حاجة طوب دي طوب للشعر بلا ما تخسروا درهامكم وطرحوا تشوروا لي برودوين من البرة وصوية يعجبوكم ولا ما يعجبوكمش معليكم غير ديروا زيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو وزيت زيتون هذو المكونات فيه ثلاثة تخلطوهم عبادهم وديروهم لشعركم كحمام زيتي المدد زو السوية وطرحوا تخسلوا شعركم وبعد اعطوني ريزولتات ماذا بي تشاركوها في لكم وانتاغو تقولوا لي تجربتكم الشخصية اسك ولا لا باش البنات كامل يستفادوا انا متاكد باللي رح تعجبكم الرزولتات لانو حاجة هايلا هايلا البنات اللي كان عندهم شعرهم احرش هكا كل رح تشوفوا بلي تخلصوا مي البنات اللي عندهم شعرهم دهني سوني بالابين استعملوا الوصفة هذي ما نصحكم شكنكم تديروها لانو شعركم دي جاي فرز زيوت اذا كثرتوا لزيوت هذو كل رح يزدي تهلك لكم دونك سوني بالابين ديروها غير البنات اللي عندهم شعر عادي وشعر جاف دونك كانوا هذو هما المنتجات اللي نستعملهم انا الشعري وهذا هو الروتين اللي نديرو الشعري وبيان والحمدوله يعني شغول لغزلتات دايما يعجبوني اذا عندكم استفسار ولا احطوه في الكومنتر وبيان سور كيما قلت لكم ما تنسوش تجربوا الوصفة وتحطونا اراءكم الشخصية واو اذا كنتوا اول مرة تشاهدوا القناة التاعي مدابية تدعموني واستنوني ان شاء الله في الجزء الثالث اللي رح يكون قمة فورت فورت اللي رح نحكي لكم فيها على المنتجات اللي اقل من خمسين الفيلم اللي اللي رح لكم فيها نحكي لكم فيها على المنتجات اللي رح لكم فيها على المنتجات اللي رح لكم فيها على هذا الوقت